تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت اليوم المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة التوعوية بالجامعات المصرية تأتي الندوات في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب حيث تستهدف التوعية والتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة لشباب الجامعات وتعريفهم بالجهود التنموية المفذولة على الأرض وبدأت الندوات في جامعتي أسيوت وبرسعيد وتستمر في جامعات المنصورة ودميات والأقصر والفيوم والسادات والمنوفية والعريش والوادي الجديد وذلك حتى الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري وتهتي تحت شعار تطوع وترك بصمتك